الموضوع المرتبط بما قامت به الحكومة في موضوع يعني الدعم عموما ونسميه الدعم عموما هذه الحكومة حينما نصبها أو حينما عينها جلالة الملك ونصبها البرلمان اشتغلت وفق أفق واحد ونفس واحد هو النفس الاجتماعي الذي لا تخطئه العين نعيا ونتكلموا نقش هذا الموضوع هذه حكومة اجتماعية بامتياز لماذا؟ لأنها بالإضافة إلى الإنخيرات ديالها القوي في الملفات الاقتصادية لم تغفل الملفات الاجتماعية هل كانت بلادنا قبل هذه المرحلة تتوفر على حماية اجتماعية أم متضامن مثلا اللي فيه اليوم حوالي عشرات المليون ونصف مليون مغربي اللي الآن يعالجون في المستشفات العمومية بالمجان يعالجون في القطاع الخاص شأنهم شأن المستفيدين من السينيسيس هذا يكلف الدولة عشرات المليار ديال الدرام هذا عمره مكان الرميد في صيغاته القديمة ما كان عرفوش حل كان كيكلف الحكومة السابقة خمسة وعشرين مليار درهم بخصوص هذه السنة هذه للدعم الاجتماعي لكي يمشي الآن وسأعيدها مرة أخرى الحكومة لم تراجع أي مؤشر سواء ديالآن متضامن أو ديال الدعم الاجتماعي الموضوع أيضا مرتبط بدعم الأسعار صندوق المقصة في صيغاته المعروفة تدخل عبر عشرات المليار ديال الدرهم في المدخلات الفلاحية لتخفيض مجموعة من المواد الأساسية خاصة الفلاحية التي استهلكها المغاربة الدعم الموجه للنقل واللي كان عرفوه بأنه بلغس بعض المليار ديال الدرهم هذه أرقام أعصية على أنه يعني نبعدها على عيوننا ما يمكنش هذه أرقام ناطقة تتكلّم الحوار الاجتماعي الكلفة دياله الآن كلفة الحوار الاجتماعي راحنا في 21 مليار ديال الدرهم وحنا الآن نجلس مع النقابات ونتناقش في جلسة الآن نتمنى إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة أننا نتفق إلى اتفاق وقعنا اتفاق سابق واليوم سوف إن شاء الله نشتغل مع النقابات في هذا النفذ الاحترام والتقدير والتقدير ديال المصلحة الوطنية وأيضا من أجل أننا نعالج مشكلات طالت سنوات هذه أرقام فبتالي الجهود الذي قامت به الحكومة في الدولة بلا من تكلم على الإصلاح للمنظومة الصحية بلا من تكلم على الإصلاح للمنظومة للتعليم بلا من تكلم على ميطاق الاستثمار المرتبط بالشغل واليوم نقشنا واحد من القوانين الأساسية ثم كلكم تعرفوا الأهمية دياله المرتبط بالمراكز الجهوية الاستثمار الخطوط العريضة اليوم تناقشت على أساس أننا نصدقوا عليه قريبا غير قدم إجابات كبيرة جدا حول أسئلة متروحة على الاستثمار في الجهات لا يمكن أن نغفل هذه الأرقام هكذا هذه أرقام قوية معبرة تعبر عن خيرات الحكومة في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر